الكتاب الذي بين يديه هو الجزء الخامس عشر من بحار الأنوار للمجلس وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان هناك نص نقله المجلس عن كتاب معروف هو مقتضب الأثر في النص على الاثنى عشر لأحمد ابن محمد ابن عياش من علماء الشيعة المعروفين مقتضب الأثر في النص على الاثنى عشر لأحمد ابن محمد ابن عياش نقل رواية طويلة مفصلة عن الجاروت ابن المنذر العبدي ممن عاش في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وأسلم على يدي رسول الله الرواية طويلة تبدأ من صفحة ميتين واحد وأربعين وتنتهي في صفحة ميتين وسبعة وأربعين عند نهاية صفحة ميتين وسبعة وأربعين الرواية طويلة أنا سأذهب إلى موطن الحاجة منها الجاروت ابن المنذر العبدي شخصية عربية كانت معروفة في الجاهلية وقدم على رسول الله مع قومه وأعلن إسلامه وحدث النبي صلى الله عليه وآله بحديث قس إنه قس ابن ساعدة الإياد هذا الذي يضرب المثل بخطابته وفصاحته وبلاغته فيقولون أخطب من قس وأفصح من قس أخطب من قس قس هذا ربما عد في الأنبياء أو عد في أوصياء الأنبياء قس هذا كان على الإيمان بالله اختلف في تشخيص شخصيته هل كان نبيا أم هل كان وصيا بالنتيجة كان من أولياء الله في الزمن الجاهل الجارود ابن المندر يحدث الرسول فيقول أقرأ من صفحة الخامسة والأربعين بعد المائتين يا رسول الله إن قس كان ينتظر زمانك قس هذا كما قلت لكم كان يعيش في الزمن الجاهلي يا رسول الله يا رسول الله إن قسا كان ينتظر زمانك ويتوكف إبانك يتوكف يترقب يراقب وإبانك بداية وقتك بداية بعثتك يا رسول الله إن قسا كان ينتظر زمانك ويتوكف ويتوكف إبانك ويهتف باسمك وأبيك وأمك وبأسماء لست أصيبها معك لست أصيبها معك ولا أراها في من اتبعك قال سلمان سلمان الفارسي فأخبرنا أخبرنا يا جارود أخبرنا فأنشأت أحدثهم الجارود يقول فأنشأت أحدثهم ورسول الله يسمع والقوم سامعون واعون ملتفتون لما أقول قلت يا رسول الله لقد شهدت قسا خرج من ناد من أندية إياد فهو إيادي هو قس ابن ساعدة الإياد يا رسول الله لقد شهدت قسا خرج من ناد من أندية إياد الأندية الأمكنة المفتوحة التي يتجمع فيها أهل القبيلة أهل البلد شهدت قسا خرج من ناد من أندية إياد إلى صحصيح ذي قتاد الصحصح هو الصحصيح الأرض المفتوحة المنبسطة إلى صحصيح ذي قتاد والقتاد نوع شجر له شوك قوي ولذلك يقال من أن الأمر الفلاني أصعب من خرط القتاد القتاد شوك شديد إلى صحصيح ذي قتاد وسمرة وعتاد السمرة نوع من أنواع الشجر خرج إلى صحراء نوع من أنواع الشجر من النبات الطبيعي الذي ينمو في صحراء شهدت قسا خرج من ناد من أندية إياد إلى صحصيح ذي قتاد وسمرة وعتاد العثاد ما يعتد به ما يعتد به في ذلك المكان الذي تنتشر فيه تلك الأشجار وقد يطلق على السلاح وقد يطلق على ما يحتاجه الإنسان من مؤونة في حياته وهو مشتمل بنجاد النجاد هو حمائل السيف وهو مشتمل بنجاد فوقف في أضحيان ليل كالشمس أضحيان الليل يعني في ليلة مضيئة النجوم ساطعة والبدر بازغ في أضحيان ليل كالشمس رافعا إلى السماء وجهه وأصبعه يؤشر باصبعه فدنوت منه فسمعته يقول اللهم رب هذه السبعة الأرقعة وصف كل السماء إنه يتحدث عن السماوات السب اللهم رب اللهم رب هذه السبعة الأرقعة والأراضين والأراضين الممرعة الممرعة إنها المخضرة وبمحمد والثلاثة المحامدة معه الباقر والجواد والقائم صلوات الله عليه وبمحمد والثلاثة المحامدة معه والعليين الأربعة المرتضى والسجاد والرضا والهادي وسبطيه التبع وفي بعض النسخ وسبطيه النبع هنا خلل في بقية الكلمات والأرفعة الفرع والسري اللامعة وسمي الكليم الضرع وفي المصدر أيضا والحسني ذي الرفع أولئك النقباء الشفعة والطريق المهيعة درسة الإنجيل وحفظة التنزيل على عدد النقباء من بني إسرائيل محات الأضاليل ونفات الأباطيل الصادق القيل عليهم تقوم الساعة وبهم تنال الشفاعة ولهم من الله فرض الطاعة ثم قال قص يقول كما ينقل الجارود ابن المنذر ثم قال اللهم ليتني مدركهم ولو بعد لأي من عمري ومحياي ثم أنشأ شعرا ثم آب يكفكف دمعه ويرن رنين البكرة وقد برئت ببرات وهو يقول البكرة هي الوسيلة التي يلف عليها الحبل لرفع شيء وهو يقول أقسم قس قسم ليس به مكتتم لو عاش ألفي سنة لم يلق منها سأما حتى يلاقي أحمدا والنقباء الحكم هم أوصياء أحمد أكرم من تحت السماء يعمل عباد عنهم وهم جلاء للعمى يعمل عباد عنهم أو يعمل عباد عنهم وهم جلاء للعمى ليس بناس ذكرهم حتى أحل الرجم الرجم هو الخبر فإني دائم ومستديم بذكرهم ولذكرهم الرواية طويلة بغض النظر عن كل التفاصيل في الرواية الطويلة من أولها إلى آخرها هذه الرواية تتحدث عن العصر الجاهلي وتتحدث عن قس ابن ساعدة الإيادي حديث عن الأئمة الاثني عشر حديث عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وربما أريد بالأرفعة الفرع ربما أريد بها الزهر أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل الرواية طويلة وبحاجة إلى مناقشة كل الذي أريد أن أشير إليه وأريد أن أقوله من أن الكلام هذا من العصر الجاهلي وهذا ذكر لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مر علينا في كتب اليهود والنصارى ماذا كان يقول قس بن ساعدة الإياد أولئك النقباء الشفعة والطريق المهيعة الطريق الواسع المنبسط درسة الإنجيل وحفظة التنزيل على عدد النقباء من بني إسرائيل هناك ارتباط فيما بين هذه الأسماء وبين ما جاء عند بني إسرائيل في زمان التوراة أو في زمان الإنجيل درسة الإنجيل وحفظة التنزيل على عدد النقباء من بني إسرائيل هذه الكلمات تشعر بأن قس هذا كان على الديانة المسيحية وكان وليا من الأولياء العظام قلت لكم قبل قليل اختلفوا في شخصية قس وليس البرنامج للحديث عن قس الإياد إنما أردت أن أعرض لكم هذه المعلومة المهمة ولا أريد أن أحتج بها على أحد هذا استمرار لما مر من حديث وكلام في الحلقة الماضية وأنا أعرض لكم بعض المعطيات من كتب اليهود والنصارى فهذا شيء مما كان في بلاد العربي قبل الإسلام وفي زمن الجاهلية الجهلاء نذهب إلى فاصل